في الأخبار الميدانية تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية من استعادة السيطرة على عدد من المواقع كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوث الانقلابية شرق محافظة البيضاء وقال مصدر ميداني أن قوات الجيش الوطني شنت هجوما خاطفا على مواقع الحوثيين في جبهة قانية شرق محافظة البيضاء وأوضح المصدر أن قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على جبل الرخيم ووصلت إلى قرب سوقانية أكد المصدر مصرع عشرة من عناصر ميليشيات الحوثي وأسر آخرين كما أسقطت قوات الجيش الوطني طائرة حوثية مسيرة شرق البيضاء أثناء تحليقها في أجواء المدينة ودمرت مقاتلات التحالف العربي دبابة تابعة لميليشيات الحوثي كانت تتمركز في قرية ملح برمضة في جبهة قانية موسيقى